اشتركوا في القناة في مسيرة التطوير التي تشهدها مختلف وحدات قوة دفاع البحرين بفضل توجيهات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى القوات المسلحة حفظه الله ورعاه وأكد سموه على ما يشكله التعليم والتدريب المستمر كمحور ارتكاز في مختلف مسارات التطوير بما فيها المجالات العسكرية مشيدا سموه بما تبديه قوة دفاع البحرين دوما من اهتمام بالعنصر البشري وتأهيله وتدريبه ليكون على قدر عال من الاستعداد والجاهزية للقيام بالمهام الوطنية النبيلة في الدفاع عن الوطن وصون مكتسباته مشيرا سموه إلى ما يتميز به منتسب القوات المسلحة من جاهزية وكفاءة تعكس حرص ابناء البحرين على مواكبة التطورات الحديثة في مختلف المجالات ومنها العسكرية ولفت سموه إلى ما تشهده العلاقات المشتركة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من تطور في المجالات العسكرية والدفاعية والحرص المشترك على تنميتها نحو أفاق أرحب